السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي عاملين ايه? النهاردة بازن الله. هنعمل طريقة الصلصة وده المقادير. ده هو تنص كيلو طماطم عليه اربع معالق صلصة. نص كباية زيت بصرية مبشورة او متخرطة. مرأة دجاج ملح في الفلسود. هنا طبعا هنحط الزيت في في الحلة وهنحط عليها البصل على طول بحيس اللي احنا هنحمرها. ونقلب فيها لحد ما تتحمر. طبعا السلصة بتاعة المكرونة دي بتبقى جميلة ممكن تشليها في الفريزر ونخليها نسلق المكرونة ونطلع في السلصة من الفريزر على طول. ما بيباش في اي مشكلة وبتقبى سريعة في نفس الوقت وهي وجميلة. اه وهنا وبقى تحمرت هنوطع عليها الطماطم بعد ما ضربناها في الخلاط. وبعدها هنحط الملح وفي الفلسود ومرأة الدجاج. مرأة الدجاجة طبعا مش اساسية. لكن بتدي نكهة جميلة او طعم حلو. اللي يحبها ما فيش اي مشاكل اللي يحب يحطها مش عايزة بلاش. هنا اتسلصت خلاص. هنحط بقى معلقتين اه اربع الصلصة اللي احنا حطناها. وهنقلبها ونسيبها تغلي شوية. وبعد ما تتسبك تبقى بالمنظر ده جميلة جدا محطاها المقارونة. وباي باي.